وقعت شركة أمنية يملكها عمدة نيويورك السابق والمحامي الشخصي للرئيس دونالد ترامب برودي جولياني اتفاقية جديدة لتدريب قوة شرطة البحرين وفقا لتقرير في الولايات المتحدة وبحسب موقع أريبيان بيزنس فقد أكدت شركة جولياني للأمن والسلام في شهر أبريل الماضي أنه تم توقيع عقد مع وزارة الداخلية البحرينية للمساعدة في تدريب ضباط الشرطة في البلاد وبحسب تقارير دولية موثقة وتصريحات المفوضية السامية لحقوق الإنسان فإن شرطة البحرين وضباطها متورطون في ممارسة القمع والتعذيب الوحشي لألاف المعارضين السياسيين وممارسة انتهاكات حقوق الإنسان بشكل ممنهج وقال جولياني إن المحادثات المتعلقة بالعقد بدأت في أغسطس أو سبتمبر من العام الماضي وكان جولياني قد زار البحرين خلال شهر ديسمبر من العام الماضي حيث التقى ملك البحرين وفقا لوكالة أنباء البحرين حينها يشار إلى أن ملك البحرين يعتمد أسلوب التعقدات مع الشركات المملكة لمسؤولين غربيين منفذا لتقديم خدمات سياسية وأمنية لنظامه القمعي وفي سياق متصل تواصل إدارة سجن جو المركزي تضييقها على سجناء الرأي عبر حرمانهم من حقهم في الاتصال بذويهم ومنعهم من الزيارات العائلية وشراء احتياجاتهم اليومية الضرورية في إجراءات ممنهجة تركزت في مبنى رقم 14 ويعاني سجناء الرأي من تضييق ممنهج في السجن دفعهم للدخول في إضراب مفتوح عن الطعام فيما يطالب حقوقيون بضرورة التمسك بالقواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء المعروفة باسم قواعد مندلا وفق معايير باريز لتعزيز حقوق الإنسان اشتركوا في القناة